اشتركوا في القناة قلنا في حقهم كلامنا ما يوفيش اسألوا كتاب التاريخ عن قسودنا للشهادة عشان وطن ما يعيش اللي ضحوا بدمهم مهما قلنا في حقهم كلامنا ما يوفيش عن وحوش من بعدهم راحوا نابوا حقهم هلفوا هلفوا بعهدهم لو انا واحد لا يصبروا بيش لو انا واحد لا يصبروا بيش بسم الله ما شاء الله بسم الله انا واحد بتاعك ايه دي بدلة الزابط هو انت زابط واحد ما باشي نشوف كويسا بعد الشر عليك بدلة نور حبيبي نور عيني يا اما نور ايه وفي حب كده وحشني يا والي وحشني الغيب الحاضر حاضر على طول عمره ما هيخيب عني ابدا يا ربي دايما هو وكل اخواته اللي زيه اه صحيح ده نمبرح ده ببيت حتة خناقة خناقة مع مين مفيش على الفيسبوك كنت باعك في بوست عن شغلي متحمسة بقى ومهندسة في ذاتي وكتبت ان شغلنا في العاصمة الإدارية الجديدة هيغير شكل القاهرة كلها وان فعلا العاصمة دي بتحلي مشاكل كتيرة صحيح بس بقى ودخل فاندي باسمه مستعار واعد يقول كفاية تطبيل بقى عاصمة ايه مش فيه اولويات والعاصمة دي معمولة ليكي والامثالك اللي معهم فلوس ايه تطبيل ده عيزنا انا بقى ابو اسمه مستعار لو كان راجل بصحيح كان دخل باسمه الحقيق يا ستتي بتسخنيها بدل ما تهديها اتشعرف كنتو الاثنين ان اسمه مستعار واضح من الاسم يا بابا بس بنتك بقى ما سكتتش بتقولوا اولا انا طبقة متوسطة ومش مرفهة ولا حاجة ثانيا انا مهندسة وشايفة بعيني حجم المجهود والجمال ان شاء الله ثالثا بقى انا وفاء توفيق ابوي الجميل ده مدرس دعم نعم ابوكي ما فيش عملك كيانك وماما الجميلة دي موظفة في وزارة السحر واخويا بقى ظابط في الجيش ما بينامش عشان انت تقعد في امان كده وتفتح موغيلك وتقع تتنور على خلق الله يا حبيب واحظة واحدة اما دبتش سرتي ولا بيتهاقلي لا مش متعقلك وانت قاعد معنا احنا مش شايفينك اصلا لا طبعا وقلت له اخويا التاني بقى في كلية علوم وهي بقى احمد زويل الجديد وعملت له بلوك في متوساني ولسه لما سافر عيش بره ده انا هتنطط عليك وتنطيط بص يا عبابتي بص يا انا بقول ايه للطلبة بتوعي خصوصا للصغارين دايما نقول لهم في ناس كده تلاقيهم عايشين في وسطينة بس الشيطان هم بيوزهم انهم يكسروا مأدفنا خارهين نفسهم وبيطلعوها على الناس وبين كترة وز الشيطان بقوا شبهم وزي ما الشيطان اللي استعازة بتخزيه وتخفيه وتخليه الجماعة دول بقى الشهر والبنى الانتاج هو اللي بيخزيهم ويحرق قلبهم ايوة العمل العمل عبادة بيقربنا من ربنا يا بنتي ايوة ايوة بمناسبة العمل دي بقى نعم ايوة تحني علينا كده وتعمل لنا لقمة حلوة يعني ولا لازم حضرة الزابط يجي في ايه حضرة الزابط كلكو حبيبي بس هو بيبقى غايب وبيبقى راجع مشتق لأكل يا حبيبي يا حبيبي احنا عمرنا مفرقنا بينكم انتم الثلاثة بس نور ده النور العظيم عجيب طول عمره كده شايل همنا ده بيبقى في سينة ويتكلمني يقول لي مش عايزين حاجة فاكر معادة دواء فاكر حقنة يوم الجمعة ربنا يا حبي يا رب يا رب هو وكل اللي معاه ومس بقى نهدى شوية علشان نشوف الأخبار اه وانهقوا مطبخ يا موسى يا موسى مشاهدين نحيكم ونقدم لحضراتكم أهم الأنباء ورد إلينا أنباء عن قوي عمل إرهابي في شمال سينة استهدف أحد الكماء وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل بسم الله الحمد إن شاء الله إن شاء الله موسيقى 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 يا اللي بترهب في القلوب والغدر ساكن فيك جهلك بيرسم طلتك وغشا ومال يعنيك يا اللي بترهب في القلوب والغدر ساكن فيك جهلك بيرسم طلتك وغشا ومال يعنيك فاكر حتنجب عملتك وإن الجحور تحميك سازك غلطت تحسبتك غر أنفجان لعميك بلدنا ليها الصور تحميها من الإرهاب أروحها على الأكتاب والجنة فتح الباب أبطال في ظهرها شعاب وبيوت بتدعيلهم احفظ ولدنا يا رب عالغدر إنصرهم يا رب نور ايوه عمي بوتروس ايوه 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 احنا لسه سمعيني الخبر بس طميني ما فيش اخبار جات لحضرتك من مجدي ايه طيب طيب تمام عمي بوتروس انا لو فيك ديت اه طمين حضرتك ماشي ايه قالك ايه سمع الخبر وما يعرفش حاجة طيب علش خير خير انشاء الله نهده شوية مش عايزين توطر ايه ده شوية عشان يا رب يا رب يا راب شاء الله في شحيك شاء الله ما فيش اخبار عدوكم في البتاعةة في ناس على توطر بتترحم على الشهدة في سامي لا قبل استر يا رب حسب يا الله واناعم الوكيل ايه يا ايه في حزي يشمنت في الشهدة اعوض بالله يمستحيلكم اماني ادمي قولنا منركزش بعانناس دي وأنت ملك ومالهم، هقدول مش مننا اللي يشمت في الشهيد ده زيه زي اللخان بلد ودينه وقتلهم محدش يجيب سرط القتل محدش يجيب سرط القتل مفيش قتل مفيش قتل ممكن كلنا نهدى شوية محدش يجيب سرط القتل ابني هيجي ابني هيجي بطل من كل بيت تهز القلب سيرته لما يحكوا الناس عليه بطل من كل بيت بيبقى فخر أهله بطل يتباهوا بيه سنتهم حدة منهم وراح يخدم وطنهم خبر يقلب كيانهم ألا بيعيشوا فيه بطل وسبب أمانهم للوطن حارس حميد لابني بخير نور بخير وهيجي وهياكل من أكل يا رب يا رب انت عالم بحالي يا رب والنبي يا رب والنبي رجعني ابني نور بالسلام يا رب أنا جلبان أم لي جهيرك يا رب أحرصه هو هو اللي زيه يا رب ما شوفي مكره أبداً سيقلتنا بحبيبك يا رب أنا أم دعيفة أحرصه أحرصه هو زيه يا رب وريني آية من ابني بخير يا رب سيقلتنا بحبيبك يا رب يا رب يا رب يا رب نور نور حبيبي حبيبي صدق قلبي لما قالي ان انت بخير يا بني عمر قلبك مجدب يا مونور أنا مصدقتهمش وعد تحضرلك الأكل يا حبيبي يا مونور هير نظومك وارتاح أنا منعم يا أمي مش مرتاح بس طب يلا يا أبوك ألقان عليك أنا مش ألقان أبوك ألقان عليك يلا ناكل مع بعض الأكل اللي انت بتتهمني لو على الأكل يا أمي كفاية نفسك اللي فيه وفيه وأبو يا رجل مؤمن ومرتاح وهي الطن احنا لازم أمشي ايه؟ ايه؟ تمشي؟ تروح فين تاني؟ تروح فين تاني وتسرني؟ هروح سينة يا أمي وهرجع لك وهروح تاني وارجع لك وهفضل أحرقك يا أمو نور طواف وعمري ما هبطر بس أنا طول عمري ما تطعلك من الموت خلاص يا أمي ما فيش تاني ولا خوف ولا موت الحمد لله ما فيش موت الحمد لله يعني ايه؟ يعني عدى الموت يا أمو نور عدت الباب الكبير واللي عدين ما بيموتش تاني يا أمو عدتهم فين بتجلنا لحظة يا أمي وبنشوف فيها وبنسمع وبنتخير واللي قد انه يدفع التمن هيدفع وهيعدي وهيعيش وانت دفعت التمن يا نور دفعت يا أمي ده أنا طول عمري مستني اللحظة دي بعدين مش انت يا أبوي علمتوني ندفع وما استخسرش عندي ايه أغلى من بلدي أدفع له أغلى ما عندي يا أمي دفعت وعديت وجيت وبشرت كل شيء قدع يا دنايا قدع 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 يا دنايا طيب قليك معي شوية أنا مش هشوفك تاني يا نور مش هشوفك تاني طب 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 طمني بكلمة طمني بكلمة يا نور أنا حي يا أمي حي إلى الأبد يا أمي أنا عرف أنا عرف مع السلامة يا حبيبي مع السلامة يا حبيبي مع السلامة يا حبيبي بالسلامة يا حبيبي ونور عيني يا حبيبي ونور عيني قلبي من واجعوا بتحرق ناره في عيني بالسلامة أنا ردي عينيك متراجي الفخر لي يا دول أمي اللي بيحرم أمي من روحها وضناها دول أمي في أي شرع وأي دين فين قلوبكو يا مجرمين ابني فوق في الجنة وإنتوا إنتوا أسفل سافلين موسيقى 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 إلو ماذا؟ أبول المقدم نور أيها موسيقى مين معك؟ أنا المقدم محمد الجزار ضفعة نور طيب سواء نقوم سواء نقوم استدوري 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 أيها إبن خير ابن حضرتك المقدم نور نحتسب عند الله شهيد ابني مات ابني لا استشهد واسلاحه في إيده وبيحارب قول لي اتطمن يا حي ابنك بطل استشهد واسلاحه في إيده وهو بيقاتل احطام خلاص، ما عديش عايط ما عديش عايط ما عديش عايط أنا ابني حي توفيق نور جالي وقالي إنه حي طبعا حي وأحسن من الأول طبعا حي طبعا حي وما أنا سميته نور ليه؟ هو فيه نور بيموت نور حي، ما تعيتيت ما تعيتيت بابا جي، بابا جي وقالي من النجاح هو التضحية قالك نجاح يا حبيب قالي من النجاح هو التضحية صح رابي 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 يا حبيب طبعا طبعا هيا سافر هيا؟ هيا مش هسافر اللي عمل أخويا مش هيروق حضر أنا هفضل هنا صح صح هيا من البيت زي ما طلع البطلنور هايتطلع نور ثاني وثاني وثاني ورابع وفي المدرسة كل يوم أنا بارفع العالم مع الطلبة وحارفع العالم بالشباج بيتنا وبصوت يرك الكدرات وانتزع الأسفلت بمكانه هنقول كلنا تحيا مصر يعني تحيا مصر يعني تحيا مصر يعني تحيا مصر غصب الأنين أي حد تحيا عيش عيشين في خير روح الشهيد اللي فدانا بنفس وعيشنا في أمان أروحك زي الشمس بتنور وطرنا وخلدة على مر الزمان عيشين في خير روح الشهيد اللي فدانا بنفس وعيشنا في أمان أروحك زي الشمس بتنور وطرنا وخلدة على مر الزمان ويا كل أم شهيد جينا نبس إديك أم البطل رمز الرجولة والجلد ابنك وسام على صدرها والفضل الهيكي ربيتي راجل يحمي وطن ولا الزمان ويا كل أم شهيد جينا نبس إديك أم البطل رمز الرجولة والجلد ابنك وسام على صدرها والفضل الهيكي ربيتي راجل يحمي وطن ولا الآساد شهدان النور نوور خطان حمان عيش في الخلول 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 أو حتى مصاب فالعمل للدرامبي دايما بيدي فرصة لنا كلنا إنه يسجل وقائع يمكن إحنا مش بنعيشها كلنا لكن بالطريقة داية بتتنقل وتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد إيه التمن اللي دفعته أسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت وبعدين يعني بقى قدمته شهيد هو بقى مصاب بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد وهو ملو الدنيا برضو هو شهيد ملو الدنيا برضو لكن هم الأهل بيبقى طبعا فرق الابن أو الزوج أو الأب صعب فأنا بشكركم الحقيقة على ده وبقول لكم الكلام ده قلته قبل كده إن يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي بتورينا قد إيه إن فيه تمن كبير أو الدفع عشان إحنا كلنا نعيش فأقل أقل تمن ندفعه إن إحنا نحافظ على اللي هم ضحوا من أجله اللي هم شبابنا زينة شباب مصر من كل حدة من جيش وشرطة وقضاء وحتى المواطنين العاديين قدموا ده وهم يعني الكلام اللي قاله نور صدقوني كل زباط الجيش والشرطة بيقولوه اللي بيعيش معهم حقيقة أو حتى صف زباط الجنود بيقولوا الكلام ده بيقولوه مع نفسهم لأن هم عايشين حالة حالة محتملة للشهادة فهم عايشين فكرة الشهادة وكده فبيقولوا الكلام ده مقبل غير مدبر والسلاح في إيدي وأموت وهي تعيش الكلام ده هم بيقولوه صحيح ولو انتم رحتم شفتم الوحدات ديت سواء كان في الهنة اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة جواسينا هتجدوا الكلام اللي قاله نور ده حقيقي والأفلام اللي بيجيبوا حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شبابنا عايشين عنده زوجة وعنده طفل محتمل آه لكن ما قالش حاعد لغاية لما الطفل يجي رجع وده حقيقة بتحصل كتير ولو النهاردة الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية وال اللي ممكن يقدم للناس يقولون شوفوا دبيوت مصرية دبيوت مصرية عادية خالص متوسطة أو حتى أقل من متوسطة يعني ما عندهم شغل نفسهم يقدموا أكتر حق يقدموا أشكركم شكرا 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 شكرا